ترجمة نانسي قنقر شباب اللي معارف الفلبين مشهورة جدا بأجهزة الميكانيك وما زالوا يحبون أجهزة الميكانيك وأنا شخصيا كنت من الناس المحظوظة في 2017 زرت بعض هذه المصانع اللي شفتهم يصنعون أجهزة الميكانيك إن كانت بوكسات إن كانت تيوبات إن كانت حتى على مستوى الـ RDAs وعلى فكرة سوق الميكانيك الفلبيني يعتبر من الأشهر بالعالم اللي تصير عليها طلبات من جميع نحاء العالم على التيوبات أو أجهزة الميكانيك الخاصة بالفلبين اليوم في زمن الـ Disposable وزمن الـ Pods والPod Mods والأمور هذه وين وين تسمع أن شركة نزلت لك جهاز ميكانيك لكن يتيك شركة فلبينية اسمها Tower Mods تنزل لك هالمرة بشنو؟ مو بس بـ Tube Mechanic بطقم Tube Mechanic اسمه Schizzo عبارة عن Tube Mechanic Side Button أو زر جانبي ويجيك على أنه طقم مع الـ RDA الخاص فيه وماتش ما بين الألوان ما بين الطقم كله إن كان الـ Tube وإن كان الـ RDA أول مرة شخصيا أنا قاعد أشوف أول مرة أشوف أنه Tube Mechanic ينزل على أنه هو طقم هذا بالنسبة لي أنا أول مرة بالنسبة لي أنا لكن ليش لا؟ فاليوم عندنا رفيو جميل راح نتعرف على Tube Mechanic Side اللي هو نظام الزر الجانبي بالإضافة لنحن راح نتعرف على RDA كتقم مع هذا الـ Tube ونشوف ونستمتع اليوم شنو يقدم هذا الـ Tube Mechanic خصوصا أنه مصنوع من الألمنيوم يعني أضعف معدل لتوصيل قوة البطارية لكن شنو سووا راح تعرفوا إياي إن شاء الله لما تتبع معاي الـ Close-up تابع رفيو ويلا شعب خلونا نحن نتعرف بالتفصيل على تقم الـ Skizoo اللي مثل ما قلنا اليوم عندنا الـ Tube Mechanic مع الـ RDA كتقم أول مرة يتقدم Tube Mechanic بهذه الطريقة هذا هو بالنسبة للعلبة اللي تتقدم فيها الجهاز أو الـ Tube Mechanic ما في أي علامات على الـ Tube لكن متقدم الأمانة طريقة حلوة مثل العلبة صغيرة جنطة هذا هو بالنسبة للتقم وبالنسبة للجنطة اللي متقدمة فيه إهني ممكن تستخدم فيه ممكن تحط لك كويلات إضافية قطن إضافي فحلوة وعملية وهذا هو بالنسبة لي تقمنا اليوم Tube Schizoo Ripple 650 من شركة Tower Modes الفلبينية المقدم على شكل تقم أو كت تيوب مع RDA أنا شخصيا أول مرة أشوف شديء أن جهاز تيوب يقدم مع RDA وعلى فكرة الـ RDA تقدر تفصلها عادي يعني مو شغل تقم راكب كله على بعضها لا هذا يعني هذا شيء راجع لك أنت في حالة أنت بتغير الـ RDA اللي تبي تستخدمه على الـ Tube بالنسبة لي الشكل بسيط جدا وجدا خفيف بحكم أنه مصنوع من الألمنيوم لكن اللي عجبني فيه أنه الـ Contacts أو الأماكن الوصل ما بين الـ Fire Button وما بين الـ Atomizer راح يكون كله من النحاس يعني على سبيل المثال هذا هو بالنسبة لي خطة البطارية أو باب البطارية السفلي لو تلاحظوا إياي أنه مصنوع من النحاس وهذا يضمن لك توصيل قوة أو فولت أو قدرة بطارية بشكل جدا أكبر هذا هو بالنسبة لي التصميم الداخلي ورح تلاحظوا إياي أن هذا اللي يسمونه الترقر اللي هو الجزء اللي يلامس البطارية عن طريق الـ Bottom Button اللي هو أو الزر السفلي أو الجاربي جاربي سفلي من الـ Tube طريقة يعني نظام الـ Grip ممكن تسويه النظام الـ Grip وهذه الطريقة اللي على أساسه يشتغل معه كل جهاز بأسهل طريقة وعملية جدا لاحظوا إياه عندنا الـ Trigger المصنوع من النحاس بالإضافة إلى النحاس اللي موجود على الجزء السفلي من غطة البطارية أو باب البطارية السفلي من الـ Tube وعلى فكرة الـ Dayometer الخاص في هذا الـ Tube 25 يعني ممكن تركب عليه من 24 إلى 25 بالنسبة لي الـ Atomizer هذا هو بالنسبة لي الجزء العلوي بسيط جدا عملي جدا ما في أي تعقيد وعلى فكرة في طبقها عازلة بالجزء الداخلي علشان في حال لا قدر الله أنت ما كنت ملاحظ لما استخدم تستخدم بطارية كان فيها زلغ أو شيء أيضا يحميك لكن دائما شواب يفضل لما تستخدم بطارية تضمن أن الغلاف الخارجي للبطارية محكم إغلاقها بالكامل لإستخدامه مع هذا الـ Tube هذا هو بالنسبة للبطارية طبعا حجم البطاريات اللي تستخدم مع هذا الـ Tube وهو مقاس الـ 18650 نسكر الباب نشوف بالنسبة لي أوكي الماشيننج حلو والله الشغل الخراطة اللي موجود في هذا الـ Tube جدا 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 ممتاز أن يلحن على الـ RDA اللي موجود مع الـ Tube بشكل طقم لو تشوف شكله من بره جدا جدا بسيط وحيل Low Profile أو تحس أنه فعلا صغير جدا بالنسبة لـ RDA والمفاجأة أن هذا RDA دول كويل Old School أو يعني من المدرسة القديمة نظام البوستات العادية جدا يمين ويسار اللي تدخل الكويلين على بعض وتستخدمه أو تركبه أو تتعامل بيها بطريقة جدا بسيطة طبعا عندنا الجوسول أو حوض الجوس اللي ممكن على أساسها بعد ما تحط القطن وبعد ما تقطر عليه جدا صغير يعني هذا بالكثير يعطيك سحبتين ثلاثة لكن حيل عملي وحيل بسيط وسالفت أنه Low Profile يعني شنو معناته؟ معناته أن نحن عندنا غرفة تبخير جدا كصيرة أو صغيرة ومضبوطة أو ملموة من داخل اللي على أساسها ممكن يتحكم لك أو يقللك من وسوى لعب الهواء أو يركز لك من وسوى دخول الهواء على الكويلات وعلى أساسها ممكن نظريا الآن قاعدة أشوفها يعزز من مستوى الفليبر بشكل جدا جدا ممتاز وبالنسبة لي الدريب تب اللي ياي ويا أو المبسم راح تلاحظ أنه هو مقاس الـ A10 لكنه شكله شوي ما أخذ الشكل الطوالي من غير ما يكون عريض بزيادة ولو تلاحظ معاي هذا الرنق الأسود وهو عبارة عن رنق اللي يتحكم ومستوى التهوية طبعا ما فيه Stop Mechanism يتحرك بالكامل 360 لكن ما فيه مشكلة والفتحة عادية جدا ما فيها أي تقسيمات إن كان على مستوى دوائر أو على مستوى شكل الهانيكم أو خليف النحل بسيط بسيط جدا خلونا الآن بس نركب أو نشد كويلين على هذا الـ RDA علشان نشوف النتيجة مع بعض هذه هي بالنسبة للبوستات الخاصة مثل ما قلت لكم Old School نظام عندنا بوستين مع براغي نظام الفلات سكروز هذه راح نبطلها وعلى أساسها نحط نجرب لنا الكويلين ونتبت الكويلات مع بعض راح أوريكم إن شاء الله نحن بالتفصيل فيه طريقتين لتركيب الكويلات يا إنك تدخل الكويلات مثل ما هي بطول الأذرع ودخلهم على بعض وعلى أساسها بعدين تقص زايد لكن قاعد أشوف بحكم إن الجوس والوايد قصير فرح يصير في معاناة إنك تقص الأرجل فأنا شنو قاعد أشوف الطريقة الأفضل والأسهل إن أنا أشوف طول الأذرع المناسب لهذه البوستات وأقصه على أساسها وبعدين نركبهم على بعض يكون وايد أفضل ووايد أسهل للتعامل مع هذا الـ RDA يا أخي ذكرنا بأيام قبل لما كنا نتعامل مع هالنوعية من الـ RDA والله كنا مجتهدين في التعامل مع هالنوعية مو أسهل طريقة صراحة للتعامل مع هذي البوستات في خصوصا إدخال الإدراع الثاني من الكويلات شوي لأن المكان مو أوسع شي فشوي فيه راح تلاحظ بصعوبة في إدخال خصوصا الإدراعات الثانية يعني بعدما تدخل الأول ماكو مشكلة لكن بعدما تدخل إدراعات الكويل الثاني شوي فيه معانات لكن نحن نريد نستمتع بهذا الشي أنا شخصيا قاعد أستمتع بهذا الأمور ونذكرني بأيام قبل أيام ما كنا نتعامل مع هالنوعية من الأيتومايزرات وش كثير كنا نستمتع لما نستخدم هالنوعية من الأيتومايزرات العموم خلوني أثبت الكويلات وسخنهم لأنه شوي يبيلهم أيضا تضبيط على مستوى الارتفاع ونشوف النتيجة مع بعض إن شاء الله ضبطنا الكويلات بالنسبة لمكانهم وارتفاعهم الآن بس نبينركب القطن ونشوف النتيجة النهائية مع بعض إن شاء الله ضبطنا القطن شاب مع الكويلات لكن اكتشفت أنه وايد وايد صغير يعني على كثير ما قلت لكم قبل شوي أن الجوسول أو حوض الجوس الخاص في هذا الار دي ايه وايد صغير لأ لما التعامل وياه فعلا يبين لك أنه بالزيادة صغير صغير جدا جدا صغير اللي يدوب قطن قصر كثير ما أقدر علشان يدوب يكفي رصته داخل هذا المكان لكن نقدر نقول لنا الحين خلصنا من سيفة رص القطن الحين كل اللي علينا بس نقع القطن النقع صح خصوصا مثل ما قلنا وتعلمنا من قبل خصوصا القطن اللي بقلب الكويل هو يعتبر أهم قطن لازم نتأكد منه 100% أنه ناقع قبل لا ننتقل الاستخدام الرسمي للار دي ايه تقريبا نحن نحن جاهزين كل اللي علينا نحن نركب بالنسبة للكاب الخاص بالار دي ايه ونكون فتحة التهوية مقابل الكويلات علشان توصيل الهواء يكون من أحسن ما يكون الحين نحن جاهزين لنقل هذا الار دي ايه على التيوب ومتأكدين أن شغلنا كله مضبوط وبالسليم ولاحظوا بياه مثل ما قلنا أنه حتى بالنسبة للبن الخاص للار دي ايه هو مصنوع من النحاس لضمان نقل أسرع أو أقوى لجهد البطارية للأتومايزر أو للكويلات طبعا في البداية لازم شوني نرخي من الجزء السفلي من التيوب علشان نضمن أن الار دي ايه راكب مية بالمية ويكون فلش على الجزء العلوي من التيوب علشان يكون راكب بالكامل وبعدين نسكر على البطارية من تحت علشان خلاص يصير فيه الكونتاك ما بين البطارية وما بين بين الار دي ايه وعلى أساسها الحين نقدر نركب الكاب الخاص بالار دي ايه علشان يكون مواجه الكويلات ويكون جاهز للإستخدام لاحظوا معي الكويلات بالنسبة للارتفاع جدا ممتاز أوكي شديد نقدر نقول لحنا جاهزين للإستخدام وتجربة هذا الوحش الخفيف هنجرب لحدها سريع يا ساتر ما راح تصدق ان هذا مصنوع من اليمنيوم بالقوة اللي انت قاعد تشوفها اللي قاعد تطلع وياك واو تعالوا معي فوق خلوني يبلش هذا الجزء من الفيديو واني أوريكم أداء الكويلات بعد ما ركبناها على الوتيوب لاحظوا اياي ايوه ايوه وبعدها شنسوي الطريقة الطبيعية اللي هو شنسوي نبلش بسحبة قبل لا نتكلم حلو تعرفت وياي شعب الحين على تيوب السكيزو الريبل 650 من شركة تاور موز الفلبينية اللي مثل ما قلنا ان هذا تيوب طقم ميكانيك وشفت وياي شو هو عبارة عن شنو عبارة عن تيوب البادي منه والبادي ماله مصنوع من الالمنيوم لكن وين اللي تركي اللي مسوينا اللي تريجر اللي هو عبارة عن البن او الابرة الخاصة فيه اللي هو الخايص بالفاير بطن اوه مصنوع من النحاس بالاضافة الى باب البطارية اللي ايضا اللي يوصل او اللي يصير فيه كونتاكت اوه ايضا مصنوع من النحاس وشفتوا معي بالنسبة لي البن الخاص للار دي اي ايضا مصنوع من النحاس يعني شنو سوى استغل ان البادي استخدمه استخدم معاه معدن خفيف بحكم عشان يصير ملموم وخفيف ووزنه لكن على مستوى توصيل قوة البطارية استخدمت الكنيكشنز بمواد او بمعدن يوصل ليها بافضل طريقة او باقوى طريقة اللي كانت النحاس عرفتوا ان هذا الجهاز هو من حجم بطاريات ثمانتعش ستمية وخمسين وهذا اللي يقصدون فيه اتوقع اللي هو الربل ستمية وخمسين فأتوقع يمكن بالمستقبل ينزلون منه لكن حجم اكبر او حجم بطاريات اكبر شفتوا معاي بالنسبة للار دي اي لو بروفايل وايد كصير وشفتوا معاي انه هو بالنسبة لي البوستات اللي هي نظام البوستين اللي هو الدخل اذرع الكويلات على بعض الامانة ما عجبتني بحكم ان احنا حيل تطورنا على مستوى تركيب الكويلات والبوستات لامر هذي فالامانة هي مو ألطف شي وما حبيت التعامل وياها يعني ممكن قبل اقولك اوكي لان هذا كان الموجود وهذا اللي كان المتداول لكن بعدما شفنا تطورات للامانة كار دي اي ما عجبني لعدة اسباب اولهم مثل ما قلت لكم سافت البوستات انها وايد صعبة التعامل وياها الجوس وال او الحوض السفلي وايد كصير اللي ما قا يعطيني مجال ان انا احط كمية جوس اكبر بالاضافة لانه هو لو بروفايل يعني وايد كصير يعني العلو الخاص به التوب كاب وايد نازل فانت لازم تستخدم يا كويلات وايد صغيرة يعني دايميتر اثنين ونص وايد يكونوا ملمومين على بعض لان غير شدي رح تحس ان الار دي اي رح يصير حار وياك بحكم ان الار دي اي دايميتر الثلاثة الشوي حجمه كبير فراح ينقل الحرارة للكاب فراح تحس ان الحرارة قاعد تنتقل على الكاب كله ممكن حتى يضعقك فمثل ما تقول انا مو مضطر اني اتعامل مع هذي كل الامور هذي لكن بالنسبة حق الاشخاص اللي لهم خلط يابون يستخدمون دايميتر اثنين اثنين ونص بالكثير ويابون اتقم مثل ما هو عليك بعافة يستخدمي مثل ما انت لكن انا بالنسبة لي هل انا مضطر لا انا مو مضطر ليش الله يسلمك لان عندي ار دي ايز كثيرة مقاس الاربا وعشرين والخمسة وعشرين اللي انا اقدر اتعامل معها بشكل جدا ممتاز وايضا يعطيك مستوى اداء مستوى اداء ومستوى فليفر جدا ممتاز هل هذا سيء؟ مو سيء بس مو احسن شيء على مستوى الار دي ايز مقارنة باي ار دي اي ثاني انت فضلت او استخدمت من قبله وهذه النتيجة بعد ما طبقنا مع الديد رابت برو ار دي اي مع جهاز الاسكتزو تقريبا نفس مستوى لون الاحمر فما راح يختلفوا اياي اللهم انه بس مقاسه شوي الاربا وعشرين واذا مقاس الاربا وعشرين ما توقعنا في فذاك الفرق لكن مع الخمسة وعشرين بعد يطلع احلى واحلى فخنشوف الحين مستوى اداء الار دي اي مع هذا التيوب مني يصدق ان هذا لما ببداي اقولك ان هذا اليمنيوم لكن مثل ما قلت لكم من ترك وين بالنحاسات او الكنتاكتز او التريجرز اللي موجودة من النحاس اللي هي تضمن لك على اساسها اداء اقوى كتيوب ما عليك كلام وزن خفيف ملموم جدا يعني حتى لما بي استخدمه بهذه الطريقة ضاع بيدي مثل ما تعرفين انا شوي ايدي كبيرة فتخيل ان هذا في جهاز الحين داخل ايدي شوف لأي درجة ملموم الجهاز وحيل حيل حيل ملموم ووزنه جدا خفيف وبعطيك يعني حتى على مستوى الصبغة لو تركزوا اياي صبغة جدا فاخرة نقدر نقول التريجر الجانبي هذا ما يعطيني مستوى اداء يعني شوف احنا ما نستغني طبعا الاداء السفلي لما كان لها جوة لكن ايضا الاداء الجانبي مع الجهاز الصغير يعني شوف انا افطر مرات اني ارفع الجهاز لها الدرجة عشان استخدمه بهذه الطريقة عرفت شوف بهذه الطريقة وعلى فكرة سعره جدا 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 يعني معقول جدا يعني الطقم كله على بعضه اقل من 100 دولار كله على بعضه التيوب تيوب ميكانيك مع الار دي اي لويا سعره اقل من 100 دولار فقود ديل نقدر نقول هذا جهازنا اليوم اللي هو السكيزو ريبل 650 تيوب ميكانيك من الفلبين اي واحد حاب انه يستخدم اجهزة الميكانيك ما ننكر او ما ننسى انه لازم نكون حذرين في استخدامنا مع هذه الاجهزة لكن للي بخاطرة شيء كويس ورخيس ويعطيك اداء وشكل حلو واداء الامانة مع الاكسور السكيزو رح يكون بالنسبة لك اختيار جدا موفق هذا كان كل شيء يعطيكم العافية